اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه واسهامها في مختلف مسالات التطوير التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي هذا استدد رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة ومؤكدا المجلس دعمه لكافة المبادرات التي تعزز تقدم المرأة وتنمي دورها الفاعل في مسالات تطوير العمل الحكومي ثم أشهد المجلس بما تم الإعلان عنه تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراح حفظه الله بتدشين مشروع بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل في مملكة البحرين والذي من المتوقع الانتهاء منه وفقا لبرنامج المشروع وإطلاقه مع نهاية شهر ديسمبر 2023 معربا المجلس عن الاعتزاز بمشاركة نخبة من أبناء البحرين في هذا المشروع الذي يأتي في سياق جهود المملكة واهتمامها بالاستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل منوها المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحارس الملكي رئيس ومنتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا الجانب بعدها أعرب مجلس روزران أصدق ثمانياتي لقوة دفاع البحرين بالتوفيق والنجاح في مهامها في قيادة قوة الواجب المشترك CTF 152 مشيدا بالدور الذي تطلع به قوة دفاع البحرين بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في حماية حركة الملاحة البحرية الدولية وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة على كافة المجلات وما يتميز به منتسمها من كفاءة عالية بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن 27 توصية للمشاورات الوطنية التي ضمت مئة ومشاركا واحدا من ممثلي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني استعدادا للمشاركة في قمة تحول التعليم التي ستنعقد بتنظيم من الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين ووكالة ضمان الجودة والتعليم بالمملكة المتحدة والتي تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في التطوير المهني مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بورواندي حول المشاورات السياسية مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن قرارات المجالس البلدية للدورة البلدية الخامسة من ديسمبر 2018 لغاية يونيو 2022 بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري المرفوع من سعادة وزير الخارجية حول نتائج الزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر شكرا